تشرفت كلية الدفاع الوطني إحدى مؤسسات جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا باستقبال سفير الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد ماثيو تولر لإلقاء المحاضرة الموسومة الاستراتيجية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط على دارس دورة الدفاع الوطني الرقم 24 شرف كبير لي جدا دعوتي هنا اليوم بالأخص مع هذا الحضور المتميز من السادة الضباط الكيران وفي التعاطي ومع موضوع في غاية الهمية على وهو العلاقات الثنائية العراقية الأمريكية وكذلك التي تعتمد في أساس على احترام السيادة والمصالح المشاركة بين البلدين وبين الشعبين والأسئلة التي وجهت لي اليوم تعكس مستوى عالي جدا من الذكاء والمهنية والحرفية والالتزام الاستراتيجي للشراكة بين البلدين تضمنت المحاضرة الالتزام باتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة بالأمن الإقليمي للعراق والمنطقة بتحقيق السلامة ومحاربة الإرهاب والتغلب على التوترات الإقليمية وتقديم المساعدات الإنسانية عبر منظمات للعوائل المتعففة في المناطق المحررة من سيطرة داعش الإرهابية والتعاون الاقتصادي والصحي والتعاون الاقتصادي والصحي والوباء والتعاون العلمي والتعاون العسكري خدمة للمؤسسة العسكرية ضمن المنهج الدراسي المخطط له لكلية الدفاع الوطني تم استضافة سعادة سفير الولايات المتحدة الأمريكية حيث ألقى محاضرته الموسومة استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط ومن ضمنها العراق وقد تطرق إلى محاور عدة منها اتفاقية الإطار استراتيجي فضلا عن تعاون الاقتصادي التجاري بين العراق والولايات المتحدة وقد طرح الدارسيين أسئلة جريئة جدا تميزت بالمهنية وحسن الأداء وقد أجاب سعادته على هذه الأسئلة بمنتهى الصراحة والموضوعية الحقيقة طرق سعادة سفير إلى محاور مهمة في هذه المحاضرة منها استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة وكذلك الاستراتيجية الأمريكية تجاه العراق وكان هناك رؤية الولايات المتحدة الأمريكية تجاه المنطقة بأن تكون منطقة آمنة ومستقرة وفي كل المجالات إضافة إلى هذا الأمن والاستقرار أن ترسخ لإدامة علاقات دولية وعلاقات أقليمية تتجه لهذا النوع من الاستقرار والأمن على مزارة الدفاع